سباح الخير مشاهدين بالفعل طارق الجديد إن شاء الله بداية بعد ظهيرة اليوم نتوقع بحول الله تساقط أمطار رعدية ستكون مرفوقة بإبارة وتكون معتبرة محليا وهذا على أغلب المناطق الداخلية للبلاد هذه الأمطار إن شاء الله كذلك ستمس الجنوب الغربي حتى على وسط الصحراء شمال الصحراء وأقصى الجنوب لنهر ظهيرة بعد ظهيرة اليوم الأربعة كذلك يرتقب هذه الأمطار رعدية إن شاء الله ستستمر خلال الساعات المقبلة إلى غاية يوم الجمعة نحن لحظة إن شاء الله تساقط أمطار تكون متفرقة على فترة تحتشد أغلب المناطق الشمالية الداخلية وحتى الساحلية منها بالإضافة إلى كل هذا تبقى دي من أجواء حارة درجة حرقية ستسجل على المناطق الجنوبية بحوالي 48 درجة مئوية تحت الظل يعني درجات الحارة المحسوسة بالمناطق الجنوبية تتعدى عتبة 50 درجة وهذا نهار اليوم الأربعة إلى غاية يوم الجمعة بالنسبة للمناطق الشمالية أقول تبقى دايماً كذلك أجواء حارة ما بين 30 درجة أقول إلى غاية 38 درجة إن شاء الله مرتقبة خلال الساعات المقبلة بحول الله لأننا نشوف فيما يخص التفاصيل وتوقعات التقص بحول الله بداية من نهار اليوم الأربعة إلى غاية يوم الجمعة مشاهدين مثلما سلفت الذكر إن شاء الله ستكون هناك أمطار رعدية متفرقة على فترات تحترفها أغلب المناطق الداخلية على كل نقصنطينة المدية كذلك ينلاحظوا لون أزرق وميز أغلب المناطق الداخلية للبلاد كذلك الغوات الجلفة بسكرة حتى على باتنة قسنطينة المدية البليدة شلفتية لتواء ماسكر يوم غد الخميس أنا نلاحظوا إن شاء الله يعني ظاهرة يوم غد تكون هناك أمطار تكون معتبرة محلياً تقدر تتعدى 25 مليم متر المحليون وتصل إلى 30 إن شاء الله على كل من قسنطينة باتنة تبسة كذلك على جنوب الجزيرة العاصمة حتى على البليدة وكذلك على مدينة بومردس اللحظوا يعني الأمطار تكون أكثر غازرة إن شاء الله مع أمسية يوم غد الخميس على المناطق الداخلية الشرقية للبلاد إن شاء الله يارب تكون أمطار خير يكون صافة صباحة الجمعة لتلتحك أمطار أخرى من جديد نوعاً ما تكون من ضيفة لما تديلها ما بين 5 حتى 10 مليمتر إن شاء الله على كل من ولاية وهران سديب العباس ماسكر ومستغانو حتى على سعيدة تيارة الشلف البليدة المدية كذلك الجزيرة العاصمة إن شاء الله يعني أنا نلاحظه كأن أمطار تكون متفرقة على فترات وتعرفها جل المناطق الشمالية بدون استثناء إن شاء الله وهذا بداية من بعد ظهيرة اليوم يعني في حدود ساعة الرابعة بعد زوال اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل بحول الله الآن فيما يخص الكتل الهوائية ودرجات الحارة المرتقبة خلال الساعات المقبلة نهار اليوم ظهيرة اليوم الأربعاء مشاهدين اللحظوا رح تكون أجواء حارة درجة حرقية سياة يرتقب أننا نسجلوها على المناطق الجنوبية على كل من مدينة رقان إن صلاح إنكزام برج بجي مختار حتى على إليزي كما نلاحظه في الصورة وأدرار بـ 48 درجة مئوية تحت الظل لظاهرة اليوم يعني تتعدى عتبة 50 درجة إن شاء الله وكذلك الأجواء حتكون نوعا ما حرق نسبيا على المناطق الداخلية للبلاد ما بين 30 درجة حتى 38 درجة فيما يخص سوحل الوطنية بحول اللحظة يجب بـ 26 درجة إلى غاية 30 درجة مع نسب رضوبة لنهار اليوم ستكون دايما مرتفعة تعدى عتبة 80% على أغلب السواحل الوطنية بالنسبة ليوم غد الخميس مشاهدين تبقى دايما أجواء حرار سنشاهد فيها الآن مع بعض وعلى المباشر تبقى دايما يعني تتعدى عتبة 50 درجة مئوية هي درجة حرارة المحسوسة المرتقبة على أغلب المناطق الجنوبية على وسط الصحراء الجنوب الغربي الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب لكن بباقي المناطق الجنوبية كذلك تقصحار ما بين حوالي نقدر نقوله 40 درجة إلى 45 درجة مئوية تحت الظل فيما يخص المناطق الشمالية لظاهرة يوم غد الخميس الجواء نقدر نقولها درجة حرارة صيفية لأنها احتدى عتبة 40 درجة نلاحظوا يعني لون أحمر قاتم ويتعرف المناطق الساحلية وحتى المناطق الداخلية للبلاد يعني تتعدى عتبة 40 درجة على مجمل المناطق الشمالية يمرتقى بأن تصل إلى غاية 45 درجة لأول مرة إن شاء الله نلاحظوا فيها سنسجلوها خاصة على المناطق الداخلية الغربية هذا الخط الرابط بين دائما مدينة معسكر غليزا تشلف حتى على مدينة سيدبل عباس نلاحظوا يعني 45 درجة مئوية تحتضر المرتقبة إن شاء الله ظاهرة يوم غد بالنسبة للمناطق الوصال الجزائر العاصمة وكبومردس حتى على مدينة المدينة يتلحق حتى 40 درجة كما نلاحظوا في الصورة يوم الجمعة إن شاء الله تترجع العطافة في الجو نسبيا كما نلاحظوا خاصة على بعض المناطق الأقول الغربية والوسطى للبلاد الخاصة السحلية منها لكن على العموم تبقى دايما تقصحار وعلى أغلب ولايات الوطن وهو أمر طبيعي أنا في فصل الصيف يعني دخول موسم الاستياف يوم أمس كان يوم الأمس والدخول في فصل الصيف إن شاء الله سيكون يوم 21 من شهر أجوان البحر اللي نهار اليوم مشاهدينك كما نلاحظوا في الصورة نوعا ما سيكون بحر قليل اضطراب إلى مضطرب بحليان خاصة على السواحل الغربية والشرقية لأن الرياح راح تكون قوية سرعة ما بين 40 حتى 50 كم في الساعة لكن على السواحل الوسطى كما نلاحظوا في الصورة يكون بحر هادئ وجميل مع الرياح ضعيفة لنت تتعدى سرعتها 25 كم في الساعة رؤية متوسطة على طول الشرط الساحلي اتجاه الموجة تكون شمالية غربية تماما على السواحل الغربية شمالية شرقية تماما على السواحل الوسطى وتكون من شمالية إلى شمالية شرقية على السواحل الشرقية فيما يخص علو الأمواج لن يتعدى المتر وهذا على طول الشريط الساحلي بهاتي توقعات والأجواء نقدر نقول لها الصيفية إلى الممترة يعني راح تن شاء الله نحن نسجلوها لنهار اليوم مع السلطي ورقة تحوى التقص قلكم بداية يوم موفق وسعيد للجميع وكذلك قل حظ موفق لجميع أبنائنا لحيشتزوا إن شاء الله نهار اليوم شهد التعليم الابتدائي